إلى موضوع آخر الآن وإلى ملف رحيل الزعيم التاريخي المناظر والمجهد حسين أيد حمد حيث تعيش بلدية أيد يحيى بدائرة عين الحمام 60 كم جنوب شرقي ولاية تيزيوزو تحذيرات مكثفة لترتيب جنازة المرحوم حسين أيد حمد الذي وفته المنية بسويسرا عن عمر يناهز 89 سنة ولم يدخر أبناء قرية أيد يحيى الذين تأثروا بوفاة المجاهد وحد قادة ثورة نوفمبر المجيدة أي جهد في أداء واجبهم لتقديم ليد حسين جنازة تليق بمكانته وقال رئيس المجلسي الشعبي البلدي لأيد يحيى بن وعمر جلالي أنه نظرا لضيق القرية والإقبال الكبير المنتظر من الزوار المقدر عددهم بعدة آلاف تقرر منع السيارات من الدخول يوم الدفن وسيتم عرج ثمان حسين تحمد بملعب يقع عند مدخل القرية من أجل السماح للجماهير من الترحمي عليه